بين سفوح هذه الجبال بمديرية الرئيدة وقصي عرب الساحل حضرموت تقع غيظة شخاوي التي أسهم موقعها الجغرافي كأحد المناطق الحدودية بين المهرة وحضرموت في جعلها وقرى صغيرة أخرى موضع خلاف استمر لسنوات عديدة مضت حول أحقية التبعية بين المحافظتين كل يدعي وصلا بها وهو وصل يقول سكانها أن أي من أشكاله لم يكن حاضرة منذ أن تعرضت المنطقة لخراب واسع جراء الفيضانات ومياه السيول التي تسبب بها الإعصار لبان الشهر الماضي نحن محدي للمهرة بيننا كيلو اللي هي منطقة حضراتهم وشخاوي آخر محافظة حضرموت وهذا العصار ضربنا مياه في المياه وراحت منه خسائر وايدة فلا نقدر نحصيها الآن ولكن الخسائر البشرية لا أحد الحمد لله لا أحد أي شيء زهاء تسعين ساعة من الأمطار المستمرة حينها دون توقف كانت كفيلة بتغير ملامح ودي شخاوي بصورة كاملة فغالبية منازل هذه القرية المبنية من الطين تساقطت وانهارت وتشرد أهلها وأضحت أثرا بعد عين لتصبح مثل هذه الخيام مأواً لهم تقريباً أعمري الأنفع في حوالد السبعين ما قد شاهدنا لا سيول ولا أمطار مثل ما هذه اللي حصلت لنا تيت هذه السيول والمطار تهديم البيوت للمواطنية خاصة البيوت سمانطين وذكر ضلت الأسر المويودة فيها إلى أماكن لجأة الهائية إلى أماكن خيرة من ضمنه اللجو إلى المخازن حق المسيط تقريباً فوق العشرين أسرة أو ثلاثين أسرة بغاية الليل تسعين ساعة الليل نهارهم قاعدين فيهم ويعيالهم بيعانوا سلوك هذه الممرات الجبلية الوعرة باتت اليوم الوسيلة الوحيدة للوصول إلى قرى وادي شخاوي بعد أن جرفت السيول الطرق الترابية القديمة فيما تعجز السلطات المحلية حتى يومنا هذا عن إعادة فتح بعض الممرات المؤدية إلى مناطق متفرقة أخرى بالوادي ناهيك عن إيواء المشردين وتعويض المتضررين نحن كمديرية صراحة عايزين نحن بكل وضوح نقولها عايزين نحن نقدر نصلح حتى تشكيل اللجان تبقى لها مصارف وتبقى لها تعب تنزل تحصي تحصي الخسار سواء كانت العامة أو الخاصة وترفع الجهات العليا وتقدمها الجهات المانحة هذا على الأقل هذا أقل ما نحن نقول بها الوحدة الصحية جرفتها السيول بالكامل وهذان الفصلان هما كل ما تبقى من مدرسة وحيدة وأما الزراعة وأشجار النخيل شريان الحياة الرئيس لمعظم سكان شخاوي فتلك لوحدها حكاية مأساة أخرى محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلاء ترجمة نانسي قنقر